موسيقى أتحية لكم مشاهدين أينما كنتم وإلى جولة منصات التواصل الاجتماعي وتحدثنا في الفقر الحواري اليوم عن الاستقلال الذاتي ولا شك أن التعليم هو أهم المميزات التي تحقق الاستقلال الذاتي وفي هذا الخصوص انتشر في تويتر هاشتاغ يحمل وسم تعليم بلا حدود والذي وجد صدا وتجاوبا كبيرا من رواة موقع تويتر ولقد اخترنا لكم مشاهدين بعضا من هذه التغريدات التي جاءت في هذا الخصوص نتابع سويا والبداية مع أغرد بصمت وقد جاء بهذه التغريدة مكتبة مبادرة تعليم بلا حدود هي مكتبة عامة للاستلاف والمطالعة وغير ربحية تعتمد على التبرع بالكتب كرسوم عضوية أكيد هذا الوسم وهذا الهاشتاغ وجدت كل هذا التفاعل وإلى المغردة فاطمة أبو الشامة التي قالت تعليم بلا حدود نشاط شباب طوعي مهتم بالتعليم وقضاياه ويشجع المجتمع بأكمله للمساهمة في صنع التغيير من خلال نماذج عمل طوعي نواصل وعوده مرة أخرى إلى التغريدة الخاصة بأغرد بصمت والتي جاء فيها بالقول مبادرة تعليم بلا حدود نشاط شباب يهدف للمساهمة في تطوير التعليم ومباشرة نتحول وننتقل مشاهدين إلى تغريدة أخرى وهي من صلاح أحمد الذي جاء بالقول تعليم بلا حدود هي حركة تغيير اجتماعي وأكيد كل الشباب وكل رواد مواقع التواصل المختلفة هم يتبادلوا هذه التغريدات المختلفة وعود مرة أخرى إلى تغريدة الثالثة تحت عروان أغرد بصمت وهذه المرة تقول هذه التغريدة مبادرة تعليم بلا حدود تسعى لبناء مجتمع يهتم بالتعليم كقضية أساسية وإلى التغريدة القادمة وهي من محمد الدوسي الذي قال حين يقرر تدريس مادة التفكير الناقد والفلسفة في مناهجنا هذا باعث خطير لإنشاء جيل يدعو إلى التفكك المجتمعي المبني على قواعد الإسلام المتينة وابتعاد عن المناهج الشرعية والدعوة إلى ما كانت سببا في تفكك دول عظمى بسبب تبنيها لمثل هذه المشاريع الوهمية ويمكن تغريدات أغرد بصمت كثيرة في هذا الهاشتاك وأيضا مرة أخرى يقول أهداف مكتبة مبادرة تعليم بلا حدود توفير كتب متنوعة للقراءة والاستلاف إذن هي أفكار مختلفة متنوعة جاءت بهذا الحصوص وإلى عوض عبدالغني الذي جاء بتغريدة في هذا الهاشتاك يقول فيها تعليم يفتح باب التقدم لمدارس في الولايات محتاجة كتب مدرسية وأكيد من خلال استغلال الوسائد المختلفة يمكن نشر مثل هذه التعليقات المختلفة تعليم بلا حدود وبنفس اسم هذا الهاشتاك المعرفة المكتسبة التي تساعد في اكتساب أكبر قدر من اللذة الممكنة وتجنب أكبر قدر من الآلام الممكنة مجاهد أحمد جاء يوقع تحت هذه التغريدة وإلى تعليم بلا حدود أيضا فتحت هذا العنوان والحساب في تويتر جاءت هذه التغريدة مع ذلك استطاعوا أن يجمعوا ويكونوا ثروات كبيرة وهم كثر حول العالم بل بعض أثرياء العالم لم يكملوا أو لم يكملوا تعليمهم الجامعي وبالعودة إلى أغرد بصمت هذه المرة يقول مبادرة التعليم بلا حدود نشاط شبابي يهدف للمساهمة في تطوير التعليم مشاهدين ونتحول الآن إلى موقع يوتيوب وقد انتشر فيديو للشيخ الدكتور عبد الحي يوسف فيه الإجابة عن سؤال هل النصيحة للحاكم لا تكون إلا سرا للإجابة عن هذا السؤال نتابع ماذا قال الدكتور الشيخ عبد الحي يوسف سرا وننصح الإمام والله لو كان يتأتى لهم أن يصلوا إلى إمامهم فيناصحوه سرا ويجدوا منه أذنا صاغية لهذا النصح لو أنه ما ضربهم على أقفيتهم أو رمى بهم أو لربما ما خرجوا من عنده يعني أصلا هذا الكلام الآن سبحان الله يعني كأنهم يستعبطون أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأخذون يعني حديثا واحدا ويطيرون به كل مطار ويغفلون عن أحاديث أخرى كثيرة الصحابة رضوان الله عليهم وشيحنا بعض الحديث يعني نعرفها يعني حتى يعني مثلا حديث يقولون من كانت من كان يريد أن ينصح للي سلطان فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده يعني يأخذ بيدي هذا السلطان وهو منحصل يده يا شيح نا وهو مش بتحصل يده هو الآن يمر بك كالبرق الخاطف فبعضهم ما يتحرك إلا بالطائرات أصلا ما يخالط يعني الناس لا يشهد جمعة ولا جماعة ولا كذا طيب في المقابل ماذا تصنعون بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما أنكر على مروان لما قدم يعني الخطبة على الصلاة في يوم العيد وقال له يا أبا سعيد ذهب ما تعرف فقال له ما أعرف خير مما لا أعرف الحديث في صحيح مسلم ماذا يصنعون بالحسن البصري رحمه الله لما قال له ابن هبيرة إنه تأتي للكتب من أمير المؤمنين فيها ما يخالف أمر الله فماذا أنا صانع قال له يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله فإن الله قادر على أن يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله وإنه يوشك أن ينزل بك ملك شديد غليظ ينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد يعني ماذا نصنع بالعلماء وقد ذكرت لك طرفا يعني مما كان من الفضيل بن عياض مما كان من ابن أبي ذئب مما كان من مالك ابن أنس مما كان من أبي مسلم الخولاني يعني مما امتلأت به يعني كتب التراجم وكتب السنة ومما عهد من حال سلفنا رضي الله عنه إذن هذا ما قاله فضيلة الشيخة دكتور عبد الحيوسف حول الإجابة عن هذا السؤال هل النصيحة للحاكم يجب أن تكون سرا أم جهرا وقد وجد هذا الفيديو مشاهدة عالية جدا وبلا شك مشاهدين نحتاج إلى كثير من المفاهيم التي هي من الضرورية بما كان في حياتنا اليومية بهذا ومشاهدين نصل إلى نهاية الجولة الصباحية في منصات التواصل الاجتماعي بكرة لقاء جديد إن شاء الله في أبان الله اشتركوا في القناة